أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بصفة حاكم الإمارة دبي مرسوما لتعيين واستبدال عضاء في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية أحد الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي وبموجب المرسوم تم تعيين السيد عمر الشناوي والسيد ياسر عبد الملك والسيد خليل ياسين في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية حيث سيساهمون بخبراتهم الواسعة في تحقيق مستهدفات استراتيجية الغرفة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة